فأول حاجة نتوقف عن الأحكام تاني حاجة ندعم شعور الزوج والزوجة بالأمان الثقة مرتبطة جدا 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 بشعور الإنسان بالأمان محدش هيبقى واثق في حد وهو مش شعر بالأمان ولذلك مع الزوج أو الزوجة اللي بيتعامل بيها كل واحد من الزوجين لازم يشعر بالأمان ولو شعر معاه بالأمان هيكون قادر إنه يثق به إنت بقى إزاي تخلي شريك حياتك يشعر بالأمان أول حاجة ببساطة خالص بلاها الكذب بلاها اللف والدوران إنت شخص عايز الشخص اللي قدامك يشعر بالأمان بلاها الأشياء التي يتضايق منها بلاها وعلى طول حاول بقدر الإمكان إن أنت تكون مبادر إلى ما يحب فالمبادرة إلى ما يحب شريك الحياة تخليه أشعر بالأمان إنه هو مش في تهديد إنه هو مش هيجوع إنه هو مش هيتعب جوع أنا أقصد الجوع العاطفي وإذاك رسول الله عليه وسلم كان يبادر مع السيدة عائشة على طول ويجاوب لها على أسئلتها قبل حتى ما تكلموا يبقى لازم يشعر إنه هو معاه أمان ومش ضده وده شيء مهم جداً جداً الحياة التالتة أو السلوك التالت في المهارة دي عدم التعالي بالمهارات والمعارف يا الله على اللي بيحصل طبعاً الستة خايفة إن زوجها يشوف حد أحسن منها فطول الوقت بتعمل إيه؟ طول الوقت عادة تقوله هي شطرة في إيه وكويسة في إيه؟ وسعد تقوله على فكرة أنا أعرف منك بالموضوع الفلاني ده فهو يروح قايم يروح قايم لها كلمتين تحس إنه هو بيكسرها وإنه بيخليها تفهى وبيخليها ما بتفهمش طب ليه؟ عشان كل واحد شايف إن التاني هيحبه لما يحس بالقيمة الإضافية اللي هو بيقدمها له في حياته فلازم يحسسه إنه هو أكثر معرفة منه إيه هذا العبس ده؟ ده ما يبنيش الثقة خالص ده يبني إيه؟ يبني الانتقام يبني المخاوف يبني الرعب ولزاك مهارة مهمة السلوك مهمة جداً في هذه المعارة عدم التعالي شوف حضرة النبي كده شوف حضرة النبي هو بيتعامل مع السيدة عائشة يتعامل معه إزاي؟ لدرجة إنه يقبل إن سيدنا أو بكر يجي حكم بينها وبينه عشانه ما يحسسهاش بالتعالي فييجي سيدنا ودرجة إنه هي من شدة شعورها بعدم تعالي حضرة النبي وتواضعه فيقول لها أتكلم أم تتكلمين أم أتكلم أنا قالت له تكلم ولا تقول إلا صدقاً شوف شعورها بإن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها هو حضرة النبي ينفع لحد يقول له لا تتكلم إلا صدقاً ما ينفعش ونزاك سيدنا أبو بكر إنفعاً إنفعاً شديداً وهماً نهو يضربها يستخبئه ورحضة النبي فيقول له يا عدوة نفسك من يصدق إذا لم يصدق رسول الله فإلا حصل فاتخبت ورحضت اتخبت ورحضت النبي ليه بص بق شوف المشهد هي لأنها تحب رسول الله ولأنها تثق فيه ولأنه بنت ثقة في قلبها شوف لما قالها كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنني لا أطلققي بنت ثقة بينه وبينه فإلا حصل فلما تعرضت للخف والروع براحة مين مستخبئة ورحضة النبي صلى الله عليه محتمت فيه آه مختلف معاه بس تحتمي فيه ليه وثقة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومصدقاه فإلا حصل فلما يمشي سيدنا وبكر يقول له أرأيت كيف حميتك من الرجل فتبتسم وتفرح وخالص الموضوع فييجي سيدنا وبكر يقول له يقول لهم كده هلأ أشركتماني في فرحكم وكما أشركتماني في حزنكم يعني أنتوا زي ما بيقول كده المثال المصري يعني في الهب مدعية وفي الفرح منسية ما تقولولي ما تفرحوني معاكم ما دل أنتوا بتتحكم لكن الشاهد من ده أن السيدة عائشة لما حبت تهرب من أبيها سيدنا وبكر ما لقيتش غير ظهر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليه وثقة فيه لكن لأن حضرة النبي ما كانش متعالي عليها يبقى ترك التعالي ده بيشعر بيشعر الزوج والزوجة بإيه بإن هو في أمان السلوك الرابع معرفة شريك الحياة بشكل واسع لازم يتعرف الشخص على شريك حياته بيحب إيه بيكره إيه وإيه لأشياء اللي هو اللي لازم يعملها عشان شريك حياته ما يزعلش لكن لما يحس شريك الحياة أن الشخص ده ما يعرفنيش يحس بتهديد لأنه ممكن في لحظة من لحظات يخاف أنه يعمل حاجة مفاجأة كده تهدي كل حياتي وتدمرني السلوك الخامس أنه يدعمه عند الاحتياج لما يحتاجه أول واحد يلاقيه قدامه يا سلام لما يحس أنه هو معاه يحس أنه دايما واثق فيه واثق بأنه هو جاي دلوقتي فيبص يلاقيه قدامه على طول لكن لو طلب أنه أحد يكون ليه داعم ولا حد في ظهره فيبص يلاقيه إيه يبص ما يلاقيش شريك حياته وما يلاقيش زوجته وما يلاقيش زوجه يحس بالخزلان وأنه في حد يكون محتاج دعم من شكل حياته وما يلاقيش منه ده وبالذات في أوقات الشدائط والاحتياج والأوقات دي لما بيغيب الدعم فيها بيخصم بشكل كبير جدا 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 من ثقتهم ببعض سادس حاجة المصارحة والوضوح لازم يكون بينهم مصارحة ووضوح ما فيش لا لف ورد وران ولا أي أجندات خلفية لازم يبقى المسألة فيها وضوح لأن الوضوح ده والصراحة هو اللي بيخلي الإنسان يحس أنه ما فيش حاجة تطلع له كده فجأة ممكن تهدده وممكن تتعبه ولازم ده يكون واضح مش معناه في شاء الأسرار والغاء الخصوصية لا 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 ده معناه أن كلامه يكون واضح ومريح من غير أي تخبير